النائب البنغالي الموجود في الكويت يعني أنا بادرشون بيكتبونها التغرير التغرير يفشل يفشل أنه والله هذا النائب بنغالي يأي على مادة 18 خادم كان في دولة الكويت صار نائب صار نائب في بنغلادش ورشة منه رشة مسؤولين في الكويت إذن أنا بس لك سؤال تكفا جاوب في مشهور شرابيت وسيارات شو القصته؟ هذا المشهور؟ اسمع السافة تكفون تابنتين صدمون ترى اللي ماسك القضية هو نفس الحداد تكفون اسمع السافة لا أنا موم deberس القضية اللي هي سافة اللي شار البيت أنا عرف الموضوع أنا موم ماسك قضية أنا قصد يعمل تابع القضية متابع القضية ضده شنو قصتها؟ شاره البيت ومن عم إزين أنا بس السؤال منطقي الآن شخص مسؤول متهم في جريمة الرشوة سؤال منطقي مulent مع شخص مسؤول متهم في جريمة الرشوة يعني قبض رشاوي من الناس وأتهم في النيابة العامة وتم توجيه لها الاتهام ومحبوس على ذمة الاتهام هذه والقضية هذا الشخص باع بيته لمشهور بقيمة مليون وثلاثمائة ألف هذا القيادي اللي بالداخلية اللي عليه جريمة الرشوة باع حق منه؟ حق مشهور في الكويت ببيت بقيمة مليون وثلاثمائة ألف ونعتقد هذا المبلغ ما دفع هذه عمولة من قيمة المبالغ المقسولة يارتنا بس باع البيت لا هو باع البيت وباع السيارات مع البيت اللي كانت بالسرداء اللي كانت بالسرداء كم سيارة تغريبا؟ ما عدل والله السيارات الغريبة حتى أساميها معرفة تغريباً كم سعر السيارات؟ هذه السيارات قيمتها مجبل فوق ثلاثمائة ألف ثلاثمائة ألف إذن فيه واحد يبيع بيت مع سيارات؟ لا أنا موني سؤالي أنا عندي سؤال ثاني شو معنى هذا المسؤول راحق هذا الشخص المشهور وباع له أهو البيت والمشتبه فيه كبير ومشتبه فيه ليش أنا أقول لك هذا الشخص ارتكب جريمة المصدر عن طريق أنه خذل الرشوة وبعدين حاول أنه يعطي نسبة للمشهور هذا عطاه بيت يعني البيت مليون وثلاثمائة ألف لو تأخذ خمسة مليمية من قيمة البيت يعني قيمة الرشاوي اللي قبضها المسؤول ستة وعشرين مليون دينار كوتي الله أكبر إذن يعني بفهم يعني لو للمشهور لما كان هذا المسؤول قد اقترف هذا الجريمة أكيد أنا بفهمكم شغلة أنا متابعي